من حفاظ الحديث ومن اعلام المحدثين الامام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ابو الحسين صاحب الصحيح ولد بنيسابور سنة مائتين واربع للهجرة طلب العلم في نيسابور ورحل في طلب الحديث الى العراق والحجاز فجد واجتهد حتى فاق اقرانه وشهد له بالفضل معاصروه سمع من شيوخ كثيرين وروا عنه كثيرون من رجال الحديث فمن شيوخه احمد بن حنبل والبخاري واسحاق بن راهاوي ويحيى بن معين وابو بكر بن ابي شيبة وغيرهم ومن تلاميذه ابو حاتم الرازي وابو عيسى الترمذي وابن خزيمة وابو عوانة الاسفراييني ومكي بن عبدان واشهر كتب الامام مسلم المسند الصحيح المعروف بصحيح مسلم وهو احد الكتب الستة المعتمدة في الحديث استغرط في تأليفه ما يقرب من خمس عشرة سنة وهو يلي صحيح البخاري في المكانة وقوة الاحاديث وقد شرحه كثير من العلماء ومن كتبه كذلك كتاب الطبقات وكتاب التمييز والكنا والاسماء والمنفردات والوحدان وغيرها من مطبوع ومخطوط قال عنه شيخه محمد بن بشار حفاظ الدنيا اربعة ابو زرعة بالري ومسلم بنيسابور وعبد الله الدارمي بسمرقند ومحمد بن اسماعيل ببخارة وقال ابن عبد البر اجمعوا على جلالته وامامته وعلو مرتبته واكبر الدلائل على ذلك كتابه الصحيح الذي لم يوجد كتاب قبله ولا بعده في حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث توفي الامام مسلم رحمه الله في مدينة نصرى باذا قرب نيسابور وكانت وفاته في رجب سنة مائتين وإحدى وستين للهجرة عن سبعة وخمسين عاما رحمه الله رحمة واسعة